لليوم الرابع من أيام عيد الأضحى الإجراءات الأمنية للحفاظ على أرواح المواطنين بالقرب من الأماكن الترفيهية والمتنزهات تسير بصورة لاقت استحسان بعض المواطنين نجبنا الإجراءات الأمنية يعني تسير على قدم وساق واستنفار القوات الأمنية والخلايا الصقور والاستغبارات وكافة مجندا بين أجل الشعب العراقي يعني ياخذ راحته بالعيد آخرون اعتبروا آلية قطع بعض الطرق الرئيسية للعاصمة وتعطيل حركة المركبات خطوة روتينية طالما تتخذها الجهات الأمنية في هذه المناسبات وهو ما ينعكس سلبا على حياة المواطن أنا جاي من الكوت اليوم أنا تقريبا ساعة ونصف أن نوقف بسيطرات يعني من ضمن سيطرات بغداد ساعة ونصف أن نوقف بالرغم ما المحافظات ما بهي تشكال يعني داخل بغداد جاي نشوف ازدحامات ونحسن معاناة بس احنا شنسوي لا حول ولا قوة أي مناسبات احنا ما جاي نشوف فرح ليش الطرق كلها مزدودة الطرق كلها مسددة عرفتش لون وما جاي نشوف يعني ما جاي نقدر روح منها لي منها ما نقدر نمشي أي فرح ما جاي نشوف وعلى الرغم من اعلان الجهات الامنية نجاحا نسبيا لخطتها الامنية شهدت مناطق جنوبي وشرقي العاصمة بعض الخروقات الامنية عكر الصفاء اجواء العيد ياسر الحطاب قناة المدى بغداد